إلى الوقوف على مستوى تقدم الأعمال في عدد من المشاءة الخدمية التي ينفذها القطاع في عدد من مدن ولاية تقاند وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية سيسيد أحمد المحمد يتفقد سير الأشغال في مستشفى تجججا قيد الإنشاء حيث وقف الوزير رفقة والي تقاند سيد طيب المحمد محمود على وضعية سير العمل في هذا المستشفى الذي تبلغ طاغته الاستعابية ثمانين السريرة وقد أعطى الوزير تعليماته للقائمين على المشروع بضرورة الإصراع في العمل والالتزام بمعايير الجهودة وأجال التسليم وفي مجال البنية التحتية التعليمية زر الوزير عددا من المؤسسات التعليمية لقيد الإنجاز شملت الجولة ثانوية المجرية الجديدة والمدرسة رقم واحد بن بيكة إضافة إلى مدرسة العدالة وثانوية كفان ومدرسة النملان وفي قلب مدنة تجرجة تفقد الوزير أيضا عدة مؤسسات ابتدائية قيد الإنجاز وفي مختلف هذه المحطات قيم الوزير مستوى العمل في هذه المؤسسات المزورة حيث وصل العمل في بعضها للمراحل النهائية في حين ما زل البعض الآخر دون ذلك استطعنا خلال هذه الزيارة لأننا نطلع إلى الأشغال الجارية في بعض المكونات المشاريع التي نشوف عليها القطاع كيف القطاع العدالة والقطاع التعليم وهذه المحطة عند قطاع الصحة في زيارة للمستشفى الجهوي الجديد الذي داخل في إطار برنامج الصحة لفقامة رئيس الجمهورية ذلك البرنامج الكبير الذي يتضمن بناء ثلاث مستشفيات في ولايات البراكنا الحوض الغربي وتقاند كذلك بناء عشرين مركز صحي وثماني وعشرين نقطة صحية في مختلف أنحاء البلاد هنا نشكر سلطات الإدارية والمنتخبين والسلطات الأمنية التي واكبتنا في هذه الزيارة ونأكد أن هذا البرنامج معدل لصالح المواطن الموريتاني وأنه ما الذي ينم على الأهمية البالغة التي يعطيها فقامة رئيس الجمهورية المختلفة وولايات الوطن وعن ولاية تقاند وما الذي أعلنها استفادت من جميع المكونات لبرنامج الإنشاءات بشكل عام الذي يشرب عليه وزارة الإسكان والعمرات والصلاح الترابي وكان الوزير قد زار أيضا محكمة المجرية التي شهدها القطاع وقف عن قرب على وضعيتها وتجول في مختلف مرافقها وفي الحواطات زار الوزير ووفده المرافق مدرسة الحواطات قيد الإنجاز هنا تفقد الوزير مراحل تقدم الأعمال وعاين مستوى اتباع المنفذين لمعايير الجودة الحسن تباب قناة الموريتانية وليت تقاند